عشان نقدر نعرف ايه التعديلات اللي حصلت يبقى نقارن كانت ايه والتعديلات اللي طارقت على الموضوع كانت ايه وبعدها نحسب بقى نوري الناس ممكن كل واحد يحسب الضريبة بتاعته ازاي هي طبعا التعديل هو تعديل جزري يعني احنا كان قبل القانون الجديد اللي طلع كنا نسبة الضريبة كانت بتبقى نسبة مقطوعة على الدخل طبعا كان فيه حد اعفاء في هذا الوقت اللي هو سبع تلاف جنيه وكان اول شريحة اللي هي عليها زيرو درايب كانت تمن تلاف جنيه النهاردة بعد التعديلات حصلت تعديلات بقى جزرية التعديل الجزري ايه ان الشريحة اللي هي زيرو برسنت او سفر برسنت درايب هي بقت خمستاشر الف يبقى اذن الشريحة الاولانية سفر درايب سفر برسنت درايب وبعدين زودنا كمان الحد الاعفاء من سبع الى تسع يبقى اذن اصبح عندنا شريحة اللي هي خمستاشر الف سفر درايب سفر برسنت درايب بالاضافة للتسع تلاف اللي هو حد الاعفاء الشخصي فإذن الاتنين دول لو جمعناهم يبقى اربعة واشرين الف اربعة واشرين الف اللي هو طبعا بيعادل الفين جنيه في الشهر يبقى اذن اللي مرتبه الفين جنيه اللي هو الحد الادنى للمرتبات في مصر بيعتبر معافي تماما من الدرايب وبعد كده بدأ بعد كده كل خمستاشر الف يعمل لها شريحة جديدة فإذن احنا عندنا الشريحة الاولانية الخمستاشر دي معافيها تماما بدأ ياخد الشريحة التانية اللي يبقى من فوق الخمستاشر من فوق الخمستاشر الف للتلاتين خلاها اتنين ونصف في المية طبعا اتنين ونصف في المية ده رقم متواضع جدا لو احنا قرنناه بالوضع اللي السابق كنا بنتكلم على عشرين في المية النهاردة بنتكلم على اتنين ونصف الشريحة اللي بعدها اللي هي الاكتر من تلاتين الى خمسة واربعين بدأ يعمل لها شريحة تانية بعشر في المية وبعدين من خمسة واربعين لستين طبعا كل شريحة حجمها خمستاشر الف الشريحة اللي بعدها من خمسة واربعين الى ستين بدأنا بنتكلم على خمستاشر في المية وبعدين من ستين الى بدأ يدخل لغاية بقى من ستين لغاية متين بنتكلم على عشرين في المية وبعدين بدأنا نتكلم على اتنين وعشرين ونصف لغاية ما بنوصل لشريحة كبيرة اللي هي من متين لربعمائة الف في السنة ودي عملها عملها اتنين وعشرين ونصف أكتر من ربعمائة الف منتكلم على خمسة وعشرين في المية احنا بس عايزين نقول لنا يستحكتين قطوتين بتحسب توتل دخل الفرد في السنة بالمنون عليه ضريبة كذا وبعدين احنا هنقسمها بالشهر وحدك برضو ممكن تساعدنا دلوقتي ان كل واحد يحسبها ازاي فان هي احنا بنتكلم على السنة وبرضو بنوها على حضرتكم الارقام قدامكم على الشاشة لو فيه اي تساؤل مش عارفين تحسبوا الضريبة حابين يعني تسأله دكتور محمد احنا بسعدنا استقبال اسئلتكم وتواصل دكتور حاببا ابتدأ مع حضرتك بس بالفاكرة الاولانية اللي المجمل بتاعهم كان في السنة ده مش هيدفع درائب اللي هو 2000 جنيه في الشهر اللي هي 24000 اه يعني اللي بيقبض 2000 جنيه في الشهر وعشان كده هتلاقي أغلب أصحاب المعاشات مش هيدفعوا درائب لأنه حد الأخصى للدرائب زي ما احنا عارفين ما بيوصلش للألفين اعتقد المعاشات ما لهاش درائب أصلا بالزبط كده اه تمام المعاشات ما لهاش درائب عشان بس أصحاب المعاشات يبقوا معنا في القصة دي المعاشات ما لهاش درائب 24000 اللي هو 2000 جنيه في الشهر ده مش هيدفع حاجة طب إحنا عندنا معظم شريحة كبيرة جدا ملايين من الناس اللي هو دخلهم من 3 إلى 4 تلاف جنيه نحسبها إزاي؟ مثلا 3 تلاف جنيه نحسبها إزاي؟ 3 في 12 بـ 36 ألف 36 هيطرح منهم 15 ألف اللي هي شريحة الأولية اللي هي 0% درايب تمام وبعدين يطرح 9 تلاف اللي هو حد الإعفاء الشخصي طب ما أطرح الـ 24 على طول أو تطرح الـ 24 تمام هيتبقى 12 هيتبقى 12 الـ 12 دول اللي بيقعوا في الشريحة اللي هي كان من 15 إلى 30 اللي هي بينطبق عليها 2.5% إذن يحسب 2.5% على الـ 12 ألف يعني الـ 12.5% تقريبا 300 جنيه آه يعني بتخصم من نواسع 22 جنيه في الشهر 25 جنيه في الشهر تمام ده اللي مرتبه 3.000 اللي مرتبه 3.000 ده كان الوضع الأديم كان بقى بيدفع كام بيدفع كام 175 جنيه في الشهر يعني اللي كان مرتبه 3.000 وبيدفع 175 جنيه كل شهر درايب هيدفع 25 جنيه بس والـ 150 الثانية وفرحه طف جيبه يجيب ديها حاجات وامراحبا اشتركوا في القناة